بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد انطلاقا من كل هذا أقول أن الله سبحانه وتعالى قد منع على العبد الفقير بزيارة المدينة الطيبة المباركة المتنورة الطاهرة مدينة طوبة وهي مدينة ولاية ومدينة صلاح ومدينة نور متصل بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمؤسس هذه المدينة مدينة الطوبة هو سيدنا وشيخنا الشيخ الخديم المتسمي بخديم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتصل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر والباطن وقد اتصل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي الحديث وفي العرفان وفي الإحسان فكان متصلا بكل أسانيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وثمرة ذلك الاتصال أن كتب الله لهذه الطريقة قبولا في هذه البلدان الشاسعة في غرب أفريقيا وفي وسط أفريقيا وفي جنوب أفريقيا بل وفي العالم أجمع فلا تكاد توجد دولة إلا وفيها مريدي قد اتصل بالشيخ الخديم والشيخ الخديم قد اتصل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنحن جئنا هذه المدينة الطيبة المباركة نجدد عهد الاتصال بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال شيخنا الشيخ الخديم فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلا وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يبارك في الخليفة العام الشيخ المحمد المنتقى أسأل الله أن يبارك فيه وأن يطيل بقاءه وأن يديم ظلاله الشريف على مدينة طوبة وعلى السنغال وعلى كل البلدان الإسلامية وعلى كل مسلم متصل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكما يقال لكل اسم من حظه نصيب فإن الله قد انتقى الخليفة العام الشيخ محمد المنتقى الله أكبر الله أكبر فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلا وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يحفظ شيخنا الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام للطريقة المريدية وأن يبارك في عمره وأن يبارك في عمله وأن يديم ظلاله الشريف على هذه البلاد الطيبة المباركة بل وعلى كل بلاد المسلمين وعلى كل من اتصل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يطيل بقاءه وأن ينفعنا ببركته وأن ينفعنا بسر وراثته الشرعية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسره وبسر آبائه وسر أجداده وبسر شيخنا الشيخ الخديم ونجدد لكم عهد المودة والمحبة في الله وفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالمشرب واحد وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل المشارب والمذاهب الإسلامية تصب في مشرب واحد وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عن القائل إذ يقول وكلهم من رسول الله وتعلمون بقية البيت رضي الله عن الإمام البصيري ونفعنا ببركته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة